مرة أخرى نموذج القاعدة في التسعينيات يتكرر مرة أخرى حينما قدم أسامة بن لادن في صورة ومحاورات صحفية هل اليوم قائد النصرى يقدم مرة أخرى بهذه الصورة نبدأ من هذا الموضوع هو نشر موقع فرونت لاين الأمريكي المتخصص في الصحافة الاستقصائية عن شخصية قائد هيئة تحرير الشام النصرى أبو محمد الجولاني الذي يظهر في هذه الصورة في ظهوره هو الأول من نوعه للصحافة الغربية الجولاني في لباس مدني عصري كما تتابعون لا يخفي الوحشية التي تبقى حاضرة في جملته أو جمله المتناثرة حول تمرير الرسائل حول موقفه من مسائل حساسة مثل العلاقة مع القاعدة أحداث سبتمبر العلاقة مع الغرب كل هذه الأشياء حاول الجولاني استغلال المقابلة الأولى لزعيمه في القاعدة هو أسامة بن لادن منذ التسعينيات حينما التقى وعمل مقابلة صحفية مع الإعلام الأمريكي من أجل رسم صورة زائفة لنفسه ولتنظيمه المتطرف الذي يحكم مساحات واسعة من سوريا بوصفه جزءا من الثورة السورية المدنية إذن الراجل يعيد تكرار مرة أخرى ما فعله أسامة بن لادن والقاعدة مع الغرب ماذا يقدم الفيلم؟ الفيلم الأمريكي حاول أن يؤدي إلى نتيجة أساسية وهي أن النصرة رغم تجاوزاتها في الملف الحقوقي وعدم ندوج خطابها السياسي فإنها باتت تشكل حالة مختلفة تماما عن تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وهي بخطابها اليوم وسياساتها على الأرض أقرب ما تكون إلى حالة ميليشيا حزب الله في لبنان أو حركة حماس في غزة والتي تعبر أو تعتبر حالة متطرفة محلية وسط أمر واقع للجميع لم يفت الجولاني فرصة توجيه انتقادات للقاعدة ولسياسات الأفكار التي يتمناها هذا التنظيم وأيضا الجولاني لم يفوت فرصة لقاء وسيلة إعلام أمريكية في توجيه الرسائل والتطمينات إلى واشنطن والدول الأوروبية بأن النصرة لا تشكل خطرا أمنيا أو اقتصاديا على الغرب ولا تخطط لتنفيذ هجمات ضده ويقدم الجولاني نفسه بالتالي كحارس لبوابة يحمل حضارة الغربية والدول الأوروبية من جموح اللاجئين الذين سيتدفقون عبر الحدود التركية في حال هو سقط أو في حال عدم التعاون معه هنا يبقى السؤال هل يستطيع الجولاني بظهوره المدني أن ينتزع قرارا دوليا وأمريكيا برفع صفة الإرهاب عنه على المدى القريب وكيف يمكن أن تكون هناك ثقة في رجل مثل الجولاني تقارير غربية عدة بما في ذلك تقرير لمجموعة الأزمات الدولية تشير إلى أن النصرة ليست الخيار المثالي أو حتى المطلوب فالغرب لن يقبل بشكل صريح بالجولاني أو يعطيه شرعية كما أنه لا يرفضه باعتباره فاعلا يمكن التعامل معه استخباراتيا فانهيار النصرة سيؤدي إلى ظهور الأسوأ منها كحراس الدين وتبقى إدلب جزيرة محاصرة على طريقة قطاع غزة هي أمر لا تمانعه دمشق على ما يبدو وفي وقت أصبح فيه تقسيم البلاد واضحا أكثر من أي وقت مضى مع الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة التي جرت في مناطق سيطرة